أم خالد من البحرين بارك الله فيها تقول عندها ولد يريد أن يدخل تخصص طب تجميل تسأل تقول ملحكم أم خالد بارك الله فيك يجوز يجوز للإنسان أن يدخل كلية الطب وأن يتخصص في قسم التجميل بوفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية لأن التجميل وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلقد جاء رجل يقال له عرفج بن أسعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد انقطع أنفه في معركة يوم الكلام فاتخذ أنفا من حديد فأنتن عليه فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من ذهب وفي حديث أبي قتاد لما رد النبي عليه الصلاة والسلام عينه بعدما سقطت في المعركة أرجعها فعادت أحسن مما كانت عليه ولذلك العلماء يقولون يجوز عمليات التجميل لكن أي عمليات التجميل الذي يعيد العضو إلى أصله إلى طبيعته مثل قصة الثلاثة الذين امتحنوا واختبروا الأصلع والأقرع الأصلع والأبرص والأعمى فالأقرع ماذا قال؟ قال أريد شعرا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس فمسح رأسه الملك اللي جاء في صورة الرجل فرد الله إليه شعرا والأبرص قال أريد جلدا حسنا حتى يذهب هذا الذي قد قذرني الناس فمسح الملك على وجهه فعاد سليما والأعماق قال أريد أن أبصر فرد الله إليهم أعضاءهم السابقة وطبعا القصة طويلة أنا التقط فقط للشاهد فلذلك إذا كان ابنك يا أم خالد يعني يدخل عمليات تجميل مثلا يعالج الحروق اللي تحصل عند الناس يعالج الأعضاء الزائدة مثلا في البدن باستئصالها يعالج الجروح اللي تحصل فمثلا يرجعها إلى طبيعتها ما في بأس ولله الحمد بل هذا من عمل الخير هذا في نفع للناس أما أن يتخصص في تغيير خلق الله فلا هذا من عمل الشيطان ولذلك قال الله جل وعلا عن الشيطان قال وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهُ يعني مثل أن نفخ الشفتين مثل تصغير الأنف مثلا مثل نفخ الوجنتين مثل تكبير الصدر تصغير الصدر وشيء من هذه الأشياء والعياذ بالله طرأت على كثير من الناس من دون حاجة ما في حاجة هذا خلق الله الله عز وجل قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فييجي بعض الناس لا ما يرضى بخلق الله يروح يلعب بهذه الأعضاء وما في مشكلة ما عنده مشكلة يعني ما عنده انسداد في الأنف ما عنده كذا وإنما فقط تريد تصغر أنفها ما رضيت بالصورة التي خلقها الله عز وجل عليه هذا لا هذا ما يجوز هذا حرام هذا استجابة للشيطان أما والله أعضاء فيها تلف أعضاء فيها مشاكل أعضاء مثلا بعض الأشخاص قد عنده مشكلة في الأنف يعني تسد عليه النفس تسبب له اختناق شيء ما في بأس فقول لي لابنك إذا كان من النوع الأول أنا أشجعه وادعو له أما يروح لا يسوي عمليات تجميلية فيها تغيير لخلق الله فحذري من هذا بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر